وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَنُونَ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ومع برنامجنا إنه الله سبحانه جل في علاه أيها الأحبة نذكر أيضا نذكر أيضا بفضائل الأسماء الحسنى مر معنا أيها الأحبة في اللقاءات الماضية قلنا لكم أشرف العلوم على الإطلاق أكمل العلوم أجمل العلوم هو العلم الذي يربطنا بالله سبحانه وتعالى وهكذا يقول علماء إن شرف العلم من شرف المعلوم أسألكم بالله هل هناك معلوم أعظم من الله لا والله لا والله ولذلك على الإنسان أن يفني أوقاته وجهده أن يتعرف على ربه وخالقه ومولاه هذا يزيده سعادة في الدنيا قبل سعادة الآخرة أنسا في الدنيا قبل أنس الآخرة ثباتا في الدنيا قبل ثبات الآخرة عظمة روحانية قل ما شئت من الأوصاف أن تعيش مع الله أن تعيش مع الله بعض الناس ربما لو عاش مع ملوك الدنيا أو سلاطين الدنيا أو أمراء الدنيا أو أغنية الدنيا يظن أنها حياة ما بعد حياة لا هيهات هيهات لا والله والذي لا إله إلا هو لا تقارن بالحياة مع الله أبدا ما تقارن أحبة في الله فضائل الأسماء كثيرة من فضائل الأسماء أنها من أعظم أسباب دخول الجنة أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الفردوس الأعلى نحن وأنتم ووالدين والمسلمين هدف لكل مسلم ومسلمة أن يكون من أهل الفردوس ولذلك من أقصر الطرق وأعظم الأسباب الأسماء الحسنى كيف ذلك؟ يقول صلى الله عليه وسلم إن لله تسعة وتسعين أسما مئة إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة من حفظها دخل الجنة الله أكبر وإن الله وطر وإن الله وطر سبحانه جل في علاه الله وطر ولذلك أحبة في الله معرفة أسماء الله سبحانه وتعالى طريق من طرق الجنة من حفظها؟ الحفظ معروف طب الإحصاء ما هو يا أي ولا حبة؟ قال العلماء الإحصاء أن تحفظها وأن تعرف معناها وأن تتعبد لله بمقتضاها يعني لما تمر يمر بك اسم مثلا اللطيف من مقصود باللطيف؟ أو يمر بك اسم الله الواسع أو مثلا يمر بك اسم الله القيوم أو اسم الله الصمد معقولة مسلم لا يعرف معنا اسم الله الصمد أو القيوم أو القدوس أو ربما بعض الناس لا يعرف أسماء الله أو أعظمها أو أكثرها لما؟ لما؟ وبالتالي والأحبة معرفة أسماء الله سبحانه وتعالى مطلب كبير جدا يا أخي من أقصر الطرق إلى الجنة من حفظها من أحصاها دخل الجنة أيضا من فضائل الأسماء الحسنة أيها الأحبة أنها تعرفك بالله سبحانه وتعالى نحن قلنا يا أخواني في لقاء سابق أن أسماء الله أعلام وأوصاف تدل على الذات وتدل على الصفات حقيقة على ذات الله وعلى صفات الله عز وجل وبالتالي كل ما عرف الإنسان الأسماء عرف الله سبحانه وتعالى الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور العزيز الحكيم الأول الآخر الظاهر الباطن القادر القدير المقتدر الرحمن الرحيم يعني أسماء الله عز وجل عظيمة فهذه الأسماء تعرفك بالله حينما يمر عليك في كتاب الله سبحانه وتعالى مثلا واسعا عليما الله حينما تتفكر في الواسع والعليم ولما يجتمع الوسع مع العلم ماذا تخرج به من معلومات وكان الله غفورا رحيما وكان الله عزيزا حكيما كل هذه تعرفك بالله سبحانه وتعالى يتعلق الإنسان بربه بخالقه بمولاه يعرف الله سبحانه وتعالى المعرفة التي تؤثر في سلوكه تؤثر في باطنه قبل ظاهره تؤثر حتى في لفظه وفي فكره وفي خطراته لا لا حينما الإنسان يعرف الله ستكون حياته أخرى ستكون حياته أخرى والله سيترفى عن الدنيا وسفاسفها وشهواتها وأهوائها ولذاتها ولا يصبح مقصوده إلا رب العالمين نعم هكذا رب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة عبد الله بن حذاف السهمي رضي الله عنه وأرضاه ملك الروم يحاول أن يظله عن ديني يقول أعطيك نصف ملكي وزوجك ابنتي ما أفلحه حاولوا أن يغروه بالشهوات أدخلوا عليه إمرأة غانية شديدة الجمال ما فكروا نظر فيها أجاعوه وقدموا له الخمر والخنزير ما نظر فيها أرعبوه ما فكر في ذلك أبدا من عرف الله فماذا فقد ومن فقد الله فماذا وجد فماذا وجد والله ما وجد شيء ولذلك أيها الأحبة معرفة الأسماء الحسنى تعرفك بالله هل هناك معلوم أعظم من الله لا والذي لا إله إلا هو لا والذي لا إله إلا هو ما هناك أحد أعظم من الله فكلما عرفت الله كلما تقررت منه كلما لذت به كلما افتقرت إليه كلما انكسرت له كلما سابقت إليه سبحانه جل في علا القريش قالت يا محمد أنسب لنا ربك أنسب لنا ربك من هذا الذي تعبده فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانه جل في علا ولذلك تستحق هذه السورة أن من قرأها فكأنما قرأ الثلث القرآن وكما جاء عنه صلى الله عليه وسلم وصححه الألباني رحمة الله عليه في صحيح الجامع الصغير أن من قرأها عشر مرات بنى الله له بيتا في الجنة سورة عظيمة بل أن هذه السورة أحد الصحابة كان يقرأها كثيرا فالرسول قال سلوا لما يقرأها قال لأنها صفة الرحمن وأنا أحبها قال حبك إياها أدخلك الجنة إن الله أحبك بحبك إياها فالإنسان أيها لحبه حينما يحب أسماء الله وصفات الله يستنزل محبة الله عز وجل له يكون ذلك طريقا للجنة حبك إياها أدخلك الجنة إن الله أحبك بحبك إياها صفة الله فإذن نحن من خلال هذه الأسماء والصفات نستنزل نستجلب محبة الله سبحانه وتعالى وجنة الله سبحانه جل في علا ولذلك الأسماء الحسنة أصل كل عبادة كل عبادة فأعلم أنه لا إله إلا الله فأعلم إذا علمت هذا الأمر بعد ذلك سعيت إلى الله بكل أنواع العبادة الأسماء الحسنة أيها الأحبة من أعظم الأسباب لقبول الدعاء نحن الآن في شهر رمضان أيها الأحبة والناس مقبلون على الدعاء الله سبحانه وتعالى يقول وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا إذن الله سبحانه وتعالى يا أخواني الرحمن الرحيم ندبنا إلى ماذا إلى أن ندعوه بأسمائه ومما عن ذلك فقط أن تقول يا رحمن ارحمني يا غفور اغفر لي يا عليم علمني لا لا ترى يا أحبابي الدعاء بالأسماء مدرسة مثلا أضرك مثال اسم الله الغفور اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت اللهم اغفر لي ما أعلنت وما أضمرت اللهم اغفر لي ولوالدي اللهم اغفر لي ولأبنائي اللهم اغفر لي واغفر للمؤمين اللهم اغفر لي ظاهري وباطني هزلي وجدي ما علمت وما لم أعلم اللهم اغفر لي فوق الأرض واغفر لي تحت الأرض واغفر لي يوم العرض اللهم اغفر لأمة محمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر لي ما علمت وما لم أعلم وهكذا يعني بعض الناس ربما يأخذ اسم واحد بدعوة واحدة لا يا أخي العليم اللهم علمني ما ينفعني اللهم علمني ما يعينني في دنيايا وآخرتي علمني حبك وحب من يحبك علمني خشيتك علمني المسابقة إلى جنتك علمني القرآن علمني العلم الشرعي اجعل هذا الاسم مجال مفتوح مجال مفتوح ولذلك هناك حقيقة هناك ضعف في التأليف في هذا الباب بمعنى أنا وطلعت على كتاب في أدعية النبي صلى الله عليه وسلم بالأسماء الحسنى لكن أيها الأحبة الله عز وجل ندبنا فادعوه بها ادعوه بها إذن أنت أمامك مجال كبير تدعو بكل الأسماء فقط خذ الاسم استشعر هذا الاسم ابدأ ابدأ ضع لك أدعية من خلال هذا الاسم ستخرج بأدعية عظيمة جدا 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 كذلك أيها الأحبة من الفضائل الأسماء الحسنى أن الله سبحانه وتعالى جعل من أسمائه ما يكون سببا لتفريج الهموم والغموم نعم يا أخواني من منا يسلم من الهم والغم لا أحد لا أحد الإمام أحمد رحمه الله يسأل يا أبا عبد الله متى الراحة؟ قال عند أول قدم في الجنة وبالتالي أنت في هذه الدنيا ستعيش في هم وفي غم وفي أحزان وآلام وأكدار طيب ما العمل؟ أن تدعو الله عز وجل بأسمائه وصفاته نبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلأ حزني وذهب همي وغمي إلا أذهب الله همه وأبدله مكانه غمه وأبدله مكانه فرحا الصحابة لما سمعوا هذا الدعاء يا رسول الله أنا نتعلمها قال بل ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها سمعت يا عبد الله إذن نحن أيها الأحبة في هذه الدنيا معنا أمور عظيمة جدا في حياتنا تكدر علينا مثل هذا الدعاء وأشباهه جعل النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في هذا الباب أيها الأحبة مثلا اللهم أصلي على رسول الله 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 ربي لا أشرك به شيئا الله الله ربي لا أشرك به شيئا يا حي يا قيوم عند الغم والهم برحمتك أستغيث وهكذا أيها الأحبة نستطيع من خلال هذه الأسماء الحسنة أن نتعامل مع أقدار الحياة وألام الحياة وأحزان الحياة التي لا يخلو منها أحد كذلك الأسماء الحسنة أيها الأحبة هي أصل كل العلوم الله سبحانه وتعالى يقول هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هذه الآية على قصرها جمعت وأحاطت إحاطة زمانية وأحاطة مكانية بكل شيء الأول الآخر الظاهر الباطن وهو بكل شيء عليم فالأسماء الحسنة أصل كل العلوم أصل كل العلوم معرفة الله بأسمائه وصفاته يا أحبابي من أسباب الخشية من الله سبحانه وتعالى من أسباب الخشية إنما يخشى الله من عباده العلماء فكلما كان الإنسان عالما بالله وبأسمائه وبصفاته زادت الخشية زادت الخشية وزاد التعلق بالله سبحانه وتعالى وأصبح الإنسان مع الله عز وجل يستشعر معيته وفضله وإنعامه سبحانه جل في علاه تورث حسن الظن بالله تورث حسن الظن بالله سبحانه جل في علاه ما ظنك باثنين الله ثالثهما ما ظنك باثنين الله ثالثهما لذلك أحبة في الله الإنسان لما يعرف الله سبحانه وتعالى المعرفة الحقيقية اللائقة بالله سبحانه وتعالى ما يخشى شيء ما يخشى إلا الله سبحانه وتعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ولذلك الإنسان حينما يعرف الأسماء سيحسن ظنه بالله لا شك في ذلك نكتفي بهذا وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حبه وحب من يحبه وحب العمل الذي يقربنا إلى حبه وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون